موسيقى مشاهدين أصعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة نهار هذا اليوم تتأثر المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة مصاحبة المنخفض الجوي الذي يتحرك ببطء باتجاه الشرق وأصبح تمركز شمال شرق سوريا لكن الكتلة الهوائية الباردة وشديدة البرودة التي تندفع خلف هذا المنخفض الجوي لا تزال تؤثر على المملكة وبالتالي تبقى الأجواء باردة وشديدة البرودة وغائمة وماطرة الأمطار تكون على شكل زخات مصحوبة بالبرد أحيانا والعظمى المتوقعة في عمان بحدود 6 درجات مئوية ودرجات الحرارة العظمى والصورة المتوقعة في مختلف مناطق المملكة وأيضا الأحوال الجوية المتوقعة في محافظات المملكة في إربد الأجواء باردة وغائمة وماطرة 9.5 المفرق باردة وغائمة وماطرة الأجواء 9.4 جرش 8 إلى 4 درجات مئوية عجلون أجواء باردة وغائمة ماطرة مع تصاق التلوج على قمم الجبال في زخات من الثلج أحيانا والعظمى المتوقعة 6 درجات مئوية والصغرى 3 درجات مئوية المنطقة الوسطى المنطقة الوسطى أيضا أجواء باردة وغائمة ماطرة والبلقاء 9 إلى 4 مأدبة 8 إلى 4 وعمان 6 إلى 2 والزرقاء 9 إلى 6 درجات والبحر الميت 16 إلى 11 درجة مئوية مع بقاء فرصة تساقط زخات من الثلوج على قمم المرتفعات الجبلية العالية المناطق الجنوبية أيضا أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة وأيضا تتساقط التلوج على جبال الشراح والكرك والطفيل والشراء والعظمى في الكرك 4 والصغرى 0 الطفيل 6 2 والشراء 5 إلى 1 ومنطقة معان 8 إلى 2 درجة مئوية مع رياح قوية مثيرة للبار والأتربة يعني معظم مناطق المملكة تتعرض لرياح شديدة السرعة وقد تصل سرعتها في الأماكن وهباتها في بعض الأماكن المفتوحة قد تصل إلى 90 كيلومتر وتتجاوز أو تصل حتى إلى 100 كيلومتر في الساعة بينما في مناطق المدن بتوصل لهبات الرياح ما بين 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة والأجواء في العقبة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا 16 إلى 8 درجات مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية من المملكة أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة في زخات متفرقة من المطر على فترات الأزرق 12 إلى 4 صفا 11 إلى 3 والرويش 12 إلى 3 وما بدنا ننسى أن الرياح أيضا قوية في المناطق البادية والسهول الشرقية وتصل هباتها إلى فوق 80 كيلومتر في الساعة على الأقل وقد تصل بعض الهبات في المناطق المفتوحة إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة أعزائي المشاهدين نتمنى للجميع السلامة ودمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة